موسيقى ناجح في البطولة الأمريكية للدراجات النارية إنه المغربي أناس صورمات أول حاجة أناس مرحبا بك معنا في 360 وش ممكن لك تعرفنا برازك؟ السلام عليكم سيمون شكرا لكل طاقم دي 360 على استضافة الناس اللي مك يعرفوني اسمي أناس صورمات عندي 27 عام كمالجا ثمان لفاتج أنا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية متصابق محترف دي الدراجات النارية فوقاش وكيفاش دخلتي عالم سباق الدراجات النارية؟ أنا كيف قلت لك زادت في الدار البيضاء أكبرت حياتي كامرة في كازا خطيت الباق كديري في ليس جابر بنوحيان مشيش موراها باش نقرأ عام واحد فرنسا رجعت المغرب عوشاني درت مدرسة المهندسين الامسي موراها كنت قرأت حسلت خواز يماني في الامسي واحد نرسوا لتراسي كليش عاجي وشانا كندير ذك شي فغيموني عاجبني موهم عوض شفت حياتي كاملة نرسوا لتراسي في عوض ما ندير ذك شي اللي أنا باغي نرسوا لتراسي كندير ذك شي اللي بحلق لشي الموش جامعة فرداليا ندير للواليدين وكل شي شو اللي كاعخس كشو اللي انجينيوير وشوفوا لدخالش كالطبيب شوفوا لدخالش كالآخر دار ولا محامي مثلاً شوفوا لتراسي كنو أنا فغيمون بغيت السؤال الجواب كان بلوتو هو بغيت نكون موش سابق ديال الدرجة نارية محترف وكنش كنقول علاش عمرنا ما كنشوفو درابو المغربي في الموسابقات الكبار ديال سباق المواطر علاش عمرنا ما شفناش مغربي داخل ولا نقول عشي شنو ذك المغربي غادي يكون هو أنا صافي خديت القرار أنني غادي نمشي الولايات المتحدة باش لعب في شمبيونة موتو امريكا اللي هي شمبيونة ناسيونال جيل امريكا وهديك شمبيونة ناسيونال جيل امريكا هي اللي بحلق لشي آخر ستيب قبل من بطولة العالم كيمشيوا لها الموتى سابقين من العالم كامل كيلعبوا فيها بآمل أنهم يوصلوا واحدة نهار لبطولة العالم وهذاك هو الوبجيكشيف ديالي حتى أنا إن شاء الله الحمد لله هد العام هذا درت البداية ديالي في موتو امريكا مورا ما تقلقت الحمد لله في البطولة الجهوية ديال الساحل الغربي ديال الولايات المتحدة عامين على تول موسيقى جيت الامريكان من أجل القرية وده ملقيت سيراسك تتنافس الأمريكيين في البطولة الوطنية ديالهم ديال سباق الدرجات كيف اجد السيلاء؟ أول حاجة ديال قرية كنش غر سباق جيت من اللول كنت عارف كنو بغيت جيت هنا يا بشيت بديش كنسوول كنقليف انتغنيت كنسوول الناس اللي كنت قبل كنشفرج فيهم فتلفازة عادي جيت بشيت بشيت الليسي قوي بديش كنسوول كنو كيفاش ندير اللي بغيت نوليش أنا بيلوت پروفيسيونيل صافي بدوكي ورّوني هنا الناس الحمد لله ربي لقاني معنا سعونوني بزاف بديش كنتريني كندير لاتحاك داي كمشي لسير كوي كنش كنكري موتور في ديك لوقيتها مكانش عندي موتور من بعد خدتني واحدة تيم صغيرة وليش كنلعب بسميجهم في البطولة الجيهوية لعبت العاملو في البطولة الجيهوية قسمة مو بجاديئين حيش كنشي الله بادي مكانشي قسمة اخو نقدر لعب فيه في كلاسمن جنرالي ديك شمبيونة العامل اللي موراه طلعت الكاتيجوري برو فوشيونيل دي لنفس شمبيونة بطولة جيهوية لعبت في جوج دي الكاتيجوري الدفيرون غير باش نقدر نجمع نقاط ليتخوّل لي ندخل الموتور امريكا كانت سعيبة شوية ما الحمد لله قدرت نديرها جيت عسليت أنا التاني والتالت في جوج دي الكاتيجوري الدفيرونت على توالي و هذا خوّل لي ندخل الموتور امريكا الحمد لله دابد رياضة سباق الدرجات النارية معروفة إليها هي رياضة تطلب زيادة الإمكانيات وتعيط لها رياضة الأغنية كيفاش أنت لجي من أسرة متوسطة قد تتنجح في هذا الميدان هذا كان أمن بواحد حاجة سيمول اللي هي فاش كتكون باغي شي حاجة بعدنا كما كيقولون هنالمريكانيين فاش كتكون باغي على واحد درجة كبيرة وصافي كتكون مساعدة أي حاجة باش توصل لها كتلقى الحل كيفاش ديمة كتلقى الحل بالصح من الأجمينة تباهي دير الرياضة في الأول كانت عندي صعوبة كبيرة فاش كانت يالله وصلت هنا تخيل ما نسي مو كنت مرة كنخدم ثلاثة سيمولات باش نخرص نهار واحد ديران تخينمو باش نقول لك اكيربون هالشي غالي عشي فغيمو كان غالي بازار بقيت بحالة كانت نجمع الفلوس، كانت ندريني وخيف مخصك تطيح الموتور حيث نقصك تصاوبو صعوبة كبيرة، ولكن هذا شيء كان حدي شامبيونة غير جونال حيث كان يطلب إمكانيات قليلة بزاف من الموتو أمريكا فش وصلت الموتو أمريكا دابا كان ممكن أن نبقي نديرها بطريقة كما كنت نديرها قبل لذلك، حين استطعتك بالمغرب، كانت ندريني ومكتبت المغرب، وكانت ندقى بشركة المغربية وكانت نحاول مع كل شيء، ليس أن نردك بشكل ما حيث هذا السبو جديد هنا في المغرب وكانت تتعرف مما يسهل فوق ندقى ولم يتحدث، وكانت ندقى بشكل ما يتحدث وكانت ندقى بشكل ما يهم بشكل ما يقول لي لا، وكانت قد يضع أن أقرأ أمريكا واحدة اللي غداش خلينين للموتو امريكا وبقيش كنقلب على ديك اهجابات اهجات من عند المجمع شاريف للفوسفات اللي بسمعوا القيصة ديالي وتحقوا فيها وقبلوا انهم يساندوني في موتو امريكا والحمد لله بفضلهم كان مثل هذه الزراية المغربية كان المغربي الوحيد ويمكن العربي الوحيد في سباق دراجات النارية في العالم احترافي موثورة ما هو السير اللي تخليو المريكانيين اللي تديروا هذه الرياضة ديالي يصيبعك درجات النارية تياطولك ديمريكل بوي أو الطفل المؤجزة كيفاش في ذات هال ديمريكل بوي كانوا يقولون لي انشان ما فهمنا فكوالو انشان ما فهمنا فكوالو جاي من بلاد اللي ما فيهاش حتى سير كوي والليش بكت نفسنا وضغية والليش حسن منا فواحد الاسبوغ اللي بقي جديد عليك اللي جديد فينا بلوتو اللي كي ديرو كان كي ديرو من اللي كان صغير ولا ما كنش عماشي واحد من هذو اللي كان صابق معاهم دار هاد الاسبوغ قل من عشر سنين على الاقل وانا جي دابت ثلاث سنين الحمد والله بالعزيمة والإرادة وذلك شي ديرنا دي المغرب بقي جديد حتى درش بلاستي وسط منهم الحمد والله والقادي مو أحلى كما كي قولوك خسين نذكر المشاهدين انك رغم انك مهرس جيتي تدير استجواب شنو قاعدك بالضبط قبل ما شبدأ لسيزان دي الموتوان مغيكا قبل ما يكون سباق لول فيا كنت بسيمانة قبل كنت ندرب في لاس فيغاس كنت نمشي حدا في إطار تداريب كنت نلعب بعد المرات في البطولة الجهوية كنت نلعب فيها العامين دابا كنت نمشي تماما وكنت ندير دي كوكس في واحد من السيباقات كنت تطاحت تغرب شوية في سير كويت كنت نمشي حتى 60 كم في ساعة و جاي واحد موتور اخر ودخل فيها و انا كنت طايح في الارض و بطقس حتى تلك ساعة نرتي بحل ما كانوا كنت تعود حتى تضرب ضربة خيبة و كنت نلعب معهم و جيت فيها نتالج و كنت نلعب على سيباقات من أخرين من مورا في نفس النهار و كنت دارني ظهري و كل شي و صافي ما عرفش راسي مهنرس ديك ساعات كنت رجعت للدار و مشيت للسبيطار و كل شي فش شدرت للراديو و لقوا عني ثلاثة تهريسات في القولون في غتاب غال و حتى في غتاب 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 انز و جوش في غتاب غتاب دوز و قالوا لي يراما ما عرفناك كيفاش باقي كتش مشتاب انا ما رأى خسكش حمد الله اللي اللي باقي الماتش اللي اللي يموالوا و كانش عندي سباق اللولي الموتو امريكا سيمانة من مورا الحديثة كنت رغيم و ما عرفش كنو غندير و دك نهارش حالونا كنت سناه و قالوا لي يا راه شوف راه إلا تراغ غالط واحد راه غادي تتلوز بقية الحيات كفكورش موش حاريك ماش بقاش تمشي و خديتلوغيس كو خاكك و مشيت حيش كنت شحال على جوجدين الحويش على ود راسي حيش كنت شحالونا كنت سنادك النهار و شحالونا باغيه و السبب تاني اللي خلاني نمشي هو المغاربة اللي كانوا مش بعيني وصحابي اللي كانوا تسناه يتفرجوا فيه في تلفازة مقدرش نخوي بيهم مقدرش اللي غادي نمشي و مشيت في نال مونش نوترا اللي حيش كانوا مالي كاميرا باقتوا في موتو امريكا كل شي محضي شافوك كنت ما كانت مشتاش مزيان و في الفيشل الإكسبرسي ديالي في وجهي كان كيبين كان كيبين الأعلام و خاكك كنت كنت أتألم راه إلا شوفشوا الفيديو في انستغرام غادي تباليكم وجهي وطريقة باش كنت مشتامشي هي هاديك لذلك سافوا موتو امريكا شكوا اشكوا هناك شي حاجة و ما يسافتو لي طبيب ديالهم سافتو لي بشي عن طبيب ديالهم اشافي شفيا وشيم ديالي قال ليه سافتو لينا لبيلوت الميدسان الموتو امريكا وفاش مشيتش قال ليه مالك قال ليه مالك ودياك ولياك وراء في انشي دياماشيوه سافي فاش عودتليها شنوترا قال ليه قال لي وش عارف لوغيسك اللي كتش اخذ كبير بزياء فقال صافي لك ساعة هز اللغة جوجيال ودوا مع الإدارة دي السباق قال له هم نمرة 17 ما خسوش يعاود يدخل وصافي كعيد شوي لك النهار ولكن ربك يدير اللي على فعل الخير شو المسيحة اللي ممكنك تسخطي من الشباب المغربي اللي بغي يدير في حالك ودخلتها هو عالم سباق الدرجات الناريان هاد السؤال عندي فيما نقول بزاف ولكن لو وقت ما ما كيسمعش ممكن نحاول نخسر ما امكان نصيحة اللي نقول لقع الشباب المغربي ماشي ضروري اللي كنشو بغنشو موشا سابقين محتارفين اي حاجة بغي يديرها دير واحد الهدف قدامك وتبعوه تبعوه ما توقفش حتى توصل ليه و تحدي اكبر تحدي في هاد الوقت هو انك تولي شنو بغيش انتا مجمعش دك شي اللي المجتمع بغيك تكون حيش الوالدين اه بغين لنا الخير ولكن ما عارفينش فين غادي يلقاوا سعادة دياننا غير للوالدين للمجتمع اللي قريب ليك اللي فامي كاملة تبع دك شي اللي بغيش انتا حيش انتبوه دك اللي عارف عشنه بغيش و ما تهتمشي لابده و تحقوا عليك و قالوا لك اه انتا مستطي ولا بحالي انا شحل مرسمعش بحالي شعبي وبغيش وللي بروفسيوني في واحد اللي سبوغ ديال الناس اللي لباس عليهم ولكن ما كانش كيهمني حيش انا كانت بينا لي قدامي تنشو ما نفس الحاجة تباليك غير انتا ماشي مهم تباليك كل شي ولا تتسنى كل شي يتاق فيك عادوك لاتسنى و ما مشوقو فيك و ما شايقنش حتى فراسهم لانك الحاجة تباليك تبعها خوض قرار انك ما غتتوقفش حتى توصل لها و ان شاء الله غير مسألة حتى انك غتتوصل لها الحمدلله على اسلامتك من حادثة التي ترتلها في سباق درجات النارية وتمنى لك المزيد من النجاح والتعلق في هذه الرياضة مشاهدين شكرا تتابعكم في هذه الحلقة وانا تعطيكم موعد جديد وسبوع جاي مع ضيف واحد اخر الى اللقاء